هل النظام فعلا لديه القدرة على فتح أحضانه لهؤلاء الشباب حتى من لا ينتمي منهم إلى الإخوان أو أي طيارات إسلامية أو سياسية أخرى أم أن الأمر لا يعنيه من الأساس لا يعني أي نظام في الدنيا ما بلغت قوته وسطوته وسيطرته هو قادر إذا أخذ قرار بإنهاء بتبييد السجون يقدر بيض السجون في يوم وليلة إذا أراد هذا الأمر الجامعة الإسلامية صراعها مع النظام مأنام حسن بارك صراع دامي ووصل إلى قاتل رئيس مجلس الشعب يعني وصل إلى حالة من القوة العسكرية الكبيرة جدا لكن عندما حصل عامل خارجة بضرجة غضب أمريكي أحيانا السجون تفرق الإرهاب التقت الرسالة مكرم محمد أحمد وبدأ يخطب رئيس مبارك في ضرورة إنهاء هذا الجرح في داخل السجون المصرية فأعتقد النظام أيا كان هذه الرسالة أبدأ أن تلتقت من قبل النظام ومن قبل الأطراف الموجودة حتى تفعل وتعتبر كرة الثلج تتحرك في اتجاه حل وحل حالة هذه الأزمة أنا أتفق مع الضيف العزيز من إسطنبول أني ربما هذا الكلام يصدق مع الناس المنظمين لكن هذه الرسالة إن صحت أنا في نظر تخرجت من أناس ليسوا منظمين يعني فكرة المراجعة زي ما تفضلت والمنهج وكان في الشارع مع حماسة الثورة اندمج في مزارة اتخذ من الشارع مثلا وهذا عدد كبير جدا هؤلاء الناس أعتقد ربما تكون الرسالة في نظر تنتمي إليهم أكثر من الفريق الآخر اللي هو فريق منظم ويعرف من يخاطب يعني الفريق منظم حتى بغض نظر عن في داخل السجون فيه قيادات في الخارج تستطيع أن تؤشر في اتجاه مصالحة من عدمه وبالتالي يتم الاستجابة منها في داخل الرسال أو حتى رفضها لكن القطاع أعتقد الكبير اللي ربما ليس له لسان وليس له لغة ربما يستخدم البيانات إلى آخر هو القطاع أعتقد الضخم الذي لا يملوخ خبرة تنظمية ولا يملوخ حتى خبرة في مرحلة تتعامل مع السجون بشكل حقيقي